تتواصل فعلية المهرجان الثاني للنباتات الطبية والعطرية بمحافظة الفيوم حيث تعتبر محافظات شمال الصعيد من أكبر المحافظات في إنتاج وتصدير هذه الزراعات يهدف المهرجان لتعزيز قدرات الصغار المزارعين وتحسين سبل معاشتهم وتوعيتهم بممارسات الزراعية النظيفة وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه المشتغلين بقطاع نباتات الطبية والعطرية وسبل التغلب عليها على ضفاف بحيرة قارون بمحافظة الفيوم انطلقت فعاليات المهرجان الثاني للنباتات الطبية والعطرية حيث تعتبر محافظات شمال الصعيد من أكبر المحافظات في إنتاج وتصدير هذه الزراعات المهرجان يهدف لتعزيز قدرات صغار المزارعين وتحسين سبل معيشتهم وتوعيتهم بالممارسات الزراعية النظيفة وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه المشتغلين بقطاع نباتات الطبية والعطرية وسبل التغلب عليها مهرجان الغرض منه طبعاً إلقاء الضوء على هذا القطاع الواعد وطبعاً توحيد الجهود وتبادل خبرات وطبعاً بنحفز الإبداع والابتكار من خلال المسابقات التي تم طرحها على هامش هذا المهرجان وأيضاً بننقل كل ما هو جديد من خلال الندوات الهلمية والجلسات النقاشية الفنية التي تم تنفيذها على مظاهر اليومين في هذا المهرجان ده ثاني مهرجان يعقد في مصر برضو في محافظة الفيوم بيضم عدد كبير من أهلين مزارعين النباتات الطبية والعطرية هذه الصناعة أصبحت مهمة خطة الدولة وستراتيجية الدولة التوسع في النباتات الطبية والعطرية لأنه تشكل جزء كبير جداً من الصناعات الدوائية والنباتات الطبية بأنواحها المختلفة كما يسلط المهرجان الضوء على التحديات التي تواجه هذا القطاع وتعزيز الميزة التنافسية في مصر من خلال الترويج لمنتجات وكذلك تعزيز المشاركة الاقتصادية لمرأة أثناء العمليات المختلفة للإنتاج بدءاً من الزراعة حتى التجنيع والتصنيع والتصدير وتوثيق الروابط وتعزيز سبول التعاون بين منتجي ومصنعي ومسويقي ومصدري ومستخدم النباتات الطبية والعطرية فضلاً عن التعرف على الابتكارات الجديدة والتكنولوجية وتقديم حلول مبتكرة للكفاءة الزراعية والإنتاجية والاستدامة وتنوع المنتجات ومستخرجات تلك النباتات شرف لنا أن نحن نكون بنعرض منتجاتنا وبنوري العالم كله وتعب جي ايزيت معنا وتعب مشروع الابتكار الزراعي أن نحن في النهاية معنا منتجات أورجانيك معنا منتجات أمينة نحن تيم مع بعض يعني مش حد واحد كلنا بنشارك مع بعض في الأعمال اليدوية والمشغلات اليدوية بوائي النخيل والشامع والخوس وكل حاجة نحن نصنعينها بيقدينا في الجمعية بنفتخر النهر أن نحن نقدم المنتجات بتاعتنا اللي تليق بينا وتليق بالابتكار الزراعي اللي جي ايزيت أن تكون موجودة في مهرجان النباتات الطبية والعطرية قطاع النباتات الطبية والعطرية له أهمية كبيرة ويشهد تطورا ملحوظا في مصر خلال السنوات الأخيرة كما أنه يسهم في تحقيق فرص تنموية أكبر لهذا القطاع الحيوي الذي لديه القدرة على قيادة الاقتصاد الزراعي في مصر خلال السنوات القادمة ودعم الاقتصاد القومي فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل